مؤتمر الحوار الوطني الذي يستعد له اليمنيون لكنهم اشترتوا أن يحقق كافة أهداف الثورة وأن لا يخضع لأي ضغوط خارجية وطلب الحوثيون في بيان لهم بتهيئة الأجواء قبل الحوار وإطلاق صراح المعتقلين وشددوا على أن يبحث الحوار كافة القضايا دون تهميش لفئة شعبية كما طلبوا باعتزال رموز النظام ممن وصفهم البيان بالمتورطين في القتل والفساد قال تفجيرا